قبل 10 يام تكون إعصار من درجة واحد اسموه كيرك وانطالق من السواحل الغربية الرأس الأخضر وبقى كي تقوى حتى وصل درجة أربها ضرب فيراج وصل الموحيد الأطلاسي وضار وشد الطريق جهة غرب أوروبا والحسن الحظ أنه وفقد لكثير من قوته ودرجة ترجع فقط عاصفة هذا لا يعني أن تأثيراتها تكون خفيفة حيث متوقع أنها تعطي أمطار فيضانية وهبات رياحك تجاوز 100 كم في ساعة وأمواج بعلو 7 أمطار غرب أوروبا وبالطلق بين فرنسا والبرتغال وإسبانيا وبالنسبة لبلادنا سيصلنا شوية دي التاشاش ديالها والتأثيرات ستصلنا اليوم إلى أربع من بعد سارات الطهر على شكل هبات رياحك تصل 70 كم في الساعة في المناطق الواقعة بين طانجة تيطوانش في شاون الساقنتاز ومن بعدها يتبعها غيت من المتوسط إلى قوي الغزارة ابتداءاً من السدلع الشياء في طانجة وتبدأ التوغل جنوباً وشرقاً لتشمل جون المناطق اللي جات بين طانجة، بليونش، تيطوانش، فشاون، وزان، أقصر الكبير، سيدي سليمان، مكناس، فاس، تونات، كتاماح، دمسيلة، ووصولاً الغرب تازا طبعاً تكون كميات الغيت مختلفة بين المناطق اللي ذكرت الغيت كل ما توغل جهة الشرق أتنقص القوة دياله عكس المناطق الغربية اللي هتدخل منها الجبهة أما بين كازا ورباط وقنيطرا والعريش أتكون شوى خفيفة ليلة الأربعة وصباح يوم الخامس أما الواجهة الأطلسية سيكون في هذا الطعراب كبير وعلو الموجة يكون بين 3 و 4 أمطاع بين طانجة و سيدي إثني لذلك الصيادة واللي كيخدمه وصل البحر خاصكم تردون بال عموماً ترجع الساقر الأجواء بعد صلاة الطهر يوم الخامس على أمل يكون شي جديد في نهاية الأسبوع وإن شاء الله نرجع عليه بنشرة جوية أخرى مفصلة أصحاب المواطر والدراجات الهوائية العمال اللي كيخدموا في ورشات البناء واجاب الانتباه بالخصوص من هبات الرياح عشية الأربعة في المناطق اللي ذكرت فلمرجو تعميم النشرة باش المعلومة تصل للناس اللي في المناطق المعنية وينتابوا طبعاً هذا والله أدرى وأعلم وإلى جديد آخر استودعكم الله